رحبا حضراتكم مرة كمان وحاليا احنا كنا بنتابع لقطات سريعة جدا من تدريب الفريق الاول طبعا لكرة القدم وزي ما احنا اتكلمنا كده كان لقاء لا يقبل القسمة هما اطلقوا عليه كده بصراحة على اتنين بفوز الاهلي عن استحقاق وعن جدارة حاجة كانت محترمة جدا مبارح طبعا ثلاثة اهداف اكثر من رائعين ومقابل هدف واحد عندنا بعض الامور اللي عايزين نتكلم فيها والكواليس والأبسان داونز زي ما بيتقال وغيره عندك كمان مواجهات مهمة جدا منتدراك عندك مواجهة مع بيرميدز وعندك مواجهة مباراة القمة زي ما بتقال عنها مع الزمالك هنا في كلام وهنا في كلام هنا في استعدادات وهنا في استعدادات وكواليس وغيره كل دا حلنقش مع ضفنا العزيز الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي بونجور صباح النصرة رحقول النهاردة بالفوز الجميل مبارح نتابع الانتروم الاول انتو النهاردة عشر على عشر وفرحانين ومبسطين وده بيتنقل للناس والله والله احنا شفنا ما اصرنا فبالتالي فرحنا بمجابه شفنا العادي والاعتيادي من النادي الاهلي ايا كانت اسماء اللعيبة ايه شفنا روح كانت غايبة لفترات ورجعت بقوة شفنا اداء يعني رائع من كل الفريق نبتدي بالمستجدات وكانت من اخر المستجدات ويمكن من احلاها على الاطلاق عودة كهربا طبعا نبتدي بكهربا ورؤيتك لمشاركة كهربا مبارح الاسستات اللي عملها الهدف الراي اللي سجله الكيميا المعتادة ما بينه وبين الجماهير ورد فعل الجماهير اللي كهربا يعني خلينا نعرف كيف رأيت كل هدير لقاطات الحقيقة زي ما انت قلت فعلا يا كريم انه ظهور كهربا مبارح بالشكل الرائع ده امتع الناس كلها سواء اللي في الاستاد او اللي بيتفرجوا عبر الشاشات تحس انه ده الجزئية دي كانت ناقصة هجوم الاهلي يعني ناقصة هجمات الاهلي هجمات الاهلي كنت بتوصل كتير جدا انما النهايات بتاعتك ما كانتش على المستوى صحيح خلينا متفكين فيه اهدار الفرص كان بشكل جديد يعني فرص سهلة جدا لا انا مبارح شايف ان كهربا يعني وجوده عمل حالة على فكرة الحالة دي اللي احنا اصلا مفروض متعودينها من وجوم الاهلي صح يعني ما هياش مستجدات هي عودة بس لشكل الهجمات الاهلوية اللي هي دايما احنا كنا بنطالب بان ننزل من اول دقيقة واحنا عايزين نجيب جون ونجيب جون فالحقيقة مبارح هو عمل يعني انا مش بقول بقى الراجل الحارس مش عايزة حمله المسئولية لان تحركات تحركات كهربا هي اللي برضو عملاله كهربا وقال لك ماتشم كهرب ولت كتير قلت لك دي كان ماتشم كهرب حلوة جملة دي الجملة سير حلوية ماتشم كهرب وتحركات كهربا وتحركات كهربا عملاله كهربا لا هي تحركات كهربا فعلا بتخلي حارس المرمى مش عارف ويأتروح فين وده كان مرحوظ مبارح على فكرة طبعا عمل نوع من الارتباك بس فيه ناس بتقول ان هي اخطاء من حارس المرمى فقط وده مش حقيقة يعني فيه هدف من الاهداف لا الى حد بعيد نقدر نحمل المسئولية فيها لحارس المرمى لا الخطائين اللي هي عدت من بين لأ الخطائين طبعا الخطائين منه بس تحرك المهاجم هو اللي قربك ما انت عندك أصل شوف الهدف بيجي ازاي تحرك مهاجم وخطأ حارس اي ما حييجي وان ازاي او خطأ مدافع انما انت ازاي توصله لمرحلة ان هو يخطئ بهذا الشكل يعني فيه ارتباك طبعا فيه رعب فيه خوف فطبعا المهم انه تحركات مبارح كانت كويسة جدا حسين الشحات كمان كانت كويس جدا عمل دويته حلو الجون التالت من وجهة نظري تحرك كهرباء هو اللي فتح المجال لحسين الشحات ان هو يدي له كرة ما ممكن حسين الشحات يعني لو ما كانش كهرباء تحرك بهذا الشكل ممكن جدا يا اما هو يحاول يجيب منها جون تيجي او ما تجيش لا هو فتح له زاوية رؤية يعني لما تشوفي الهدف اكتر من مرة هتلاقي كهرباء كان وراء حسين الشحات هو اللي اتحرك للناحية اليمين ففتح الطريق تماما ها هو يعني هنشوفها هو هيا هيا congratulate me هنا او هنا شوف كهرباء راح فين ما انت️ مش هتلاقي هنا حاجه غير هنا خلاه لما هي هي واحد والله لا حسن بس الصورة أجبرت الصورة أقرب يعني لا يعني التحرك هنا كهربا مباشرة ورى حسين الشحات صحيح له لأنه هو التحرك ما دايما بنقول تحرك من غير كورة بيعمل حاجات كويسة طبعا التحرك من غير كورة لأنه بيفتح زي بتبقى قاري للجاه آه أنت قاري وبعين بتشجع زميلك أنه يمررها لك هنا طبعا طبعا ممكن جدا لو هو ما تحركش كده حسين الشحات يعني هيبقى معتمد على نفسه آه 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 الزاوية آفل هو فتح زاوية جديدة طب فالحقيقة أنه آه آه يعني دايما بنقول أن الأداء بشكل عام إحنا كنا راضيين عنه على مستوى حراسة المرمى آه محمد الشناوي على مستوى المدافعين على مستوى خط النو الوسط كان عندك المشكلة فيه اللمسة الأخيرة أي وأعتقد أنه هي دي اللي شغال عليها مستر كولر في الفترة اللي فاتت و وجود كهرباء بحالته اللي احنا شفناها مبارح لأ فرقت كتير طبعا أنا دا اللي عايزة أعرفه من حضرتك أفضل فضل يعني فكرة هنا عودة كهرباء بعد برضو مش هقول انقطاع بس هو غاب فترة مش قليلة طبعا طبعا والناس كان عندها تخوف البعض كان عنده تخوف فكرة لاعب عامتا مش كهرباء بس أي لاعب يغيب عن الملاعب فترة فكرة هنا هل هيعود بنفس المستوى الفني ولا لأ فكرة هنا كمان ان انت لما ترجع هتبقى نفسيا مستعد ولا لأ وغيره وغيره والكامس أو هتاخد وقت قد إيه والجماهير هتستقبلك ازاي وانت هتعمل ايه والضغط اللي هيبقى عليك علشان تقدم أفضل ما عندك كل ده كان في الاعتبار بس كهرباء جي ورد على الأرض زي ما بتقال هو اللعب الكويس كده ده ازاي ممكن تفسره او ده برضو يتفسر بايه يتفسر بانه هو كهرباء جاهز وهو بيجاهز نفسه وتم اعداده بشكل رائع وتم اعداده بشكل كويس ودايما احنا بنقول يعني اللعب الجيد او اللعب المتميز اللي هو وقت ما بتحتاجيه بتلاقيه يعني مش محتاج وقت طويل يعني ده لو انت هتقيسي عليه المقاييس الطبيعية واحد ما بيلعبش بقاله وقت كده ياخد معاك شهرين تلاتة ومش مجرد ما بيلعبش بقاله عشر تلات اربع ماتشار صحيح ولبالحد دك ومش مجرد ما بيلعبش او منقطع عن اللعب لا ده عنده مشاكل لا وكان بالزبط يعني فيه دموتات نفسية كبيرة هو بقى دي دي نواحي ارادية عند اللعب ودبالك ظهرت جدا جدا من خلال اللي احنا شفناه على اداء كهرباء انه هو كأنه بيلعب ما باعدش عن الملعب خاص فدي حاجة كويسة جدا ترجع له هو ترجع للجهاز اللي بيعده وبيجهزه ترجع لكل العناصر المنظومة اللي هي مجهزة انه هو وقت محا بس حتمزل وكده هيجري انا مش عايزة اقارن عشان محدش يقولك انت بتقارن بين مين مش التعليقات اللذيزة دي مين مين حقولك مش عايزة اقارن انا بدي امثلة حيلى عيبة عالمية عيبة عالمية لما بتسيب نادي وتروح نادي تاني بيبقى المستوى مش الافضل 7 8 9 مطشن بيبقى النجم ده مش هقول اسمها يعني النجم ده لما بينطخل النادي اخر بيجي مش شايفينه موجود لغاية لما بيبدأ بعدها كان ماتش يبدأ انه هو يبقى موجود فهي دي النقط مش غابة عن الملعب هو انتقل من نادي لنادي فده معلش فيه فارق حلو يعني حضرتك لما بتتعقدي مع اي لعب يعني احنا شفنا مبارح الصفقات الجديدة النتيجة الحلوة قوي في الشوت الاول قدت الشجاعة لكلر انه هو يبتدي يدفع بالناس الجداد لو لاحظنا على كريستو مثلا لما نزل بيحاول يثبت وجوده اللي عايز اقوله ايه انه ممكن الصفقة الجديدة او العائدة بتاخد وقت شوية في انه هو يتأقلم برضو يتأقلم ويبقى فيه لامسة يدخل في الفورما بتاعة الفريق بالضبط انه هو يخش فيه نسيج الفريق اللي حصل ان كهرباء ما شاء الله عليه يعني ربنا نحميه عمل ده مبارح وده بيدي برضو دروس للناس كلها انه اللاعب لما بيكون مستعد ومجهز نفسه بيبقى هو على طول بينزل يشتغل مش محتاج وقت طويل واستجابة الجمهور بقى معا اه لا انا عجبني الكامستي والاستقبال وغيره كان حلو جدا فيه برضو مبارح بعض التغيرات انا عجبني اهو الجن ده رايق رايق لا لا ده يعني مزال يعني اه لا الجن رايق حلو اه جن رايق اه بص بص تابعيه كراكيدي بقى بص بص حقولك على حاجة ما تحسش ان فيه توتر واللعيف فيه بعض اللي جوال بتيجي تفيه توتر فيه بعض اللي جوال بتضيع عليك عشان التوتر اللي بيبقى فيه تصرع كمان اللي احنا بنقوله بقى نفسنا ان حتى لعيبة اللي موجودة اللي هم محمد شريف مثلا محتاج انه هو يلعب بالمزاج ده بزبط يعني انا شايف ان محمد شريف لا ينقصه انه هو هداف لا ينقصه حاسة تهديف هو كل الفكرة انه انا بلاحظ احيانا ان لعيبتنا بيبقوا قلقانين قبل ما يشوت يعني قبل ما يلعب طب ما تلعب جات جات مجاتش مجاتش صح صح يعني فيه لعبة في الماتش اللي فات اللي هي بتاعة افشا وكان مين معاه برضو اللي اتنين ترددوا كان حسين الشحات قريبا حسين الشحات وحسين لعبها في الاخر بس انا عايز اقول ايه ان افشا كان ممكن يسجل وحسين كان ممكن يسجل انت شوت يعني احنا شفناها في الشوت تاني مبارح فيه تعليمات بانك تشوت على المرمى شوت ما تخافش يعني انت هتخسر ايه اكتر من ان الكرة تضيع صح صح لكن حرر يعني زي ما بنقول بيسموها ايه حرر مخاوفك دي ايه العب بمنتغ الجرأة جات جات مجاتش مجاتش عندك فرص تاني لما يكون لما يكون عندك فريق زي النادي الاهلي فيه طبعا كل السكواد كلهم يعني عظمة على عظمة الحقيقة يعني انا بس هكلم عن اسماء معينة عشان استشهد بيهم في تفصيلة معينة مش معنى كده انهم احرف من غيرهم بس ما يكون عندك لعيبة مهارية قوي يعني حد زي عبدالقادر حد زي عفشا حد زي كهربا شخصيا ويا سلامنا بيكونوا نازلين وفيقين بيعملوا فرق كبير وبرضو بيساهموا بشكل كبير قوي في امتاع المشاهد الكرة بتاعت اللي عارف المصطرح اللي هو كرة الحواري تاعت زمان ما بقلاش نشوف لها ملامح كتير انت عندك كذا لاعب زي ما حدك قلت عندهم الميزات دي وانت قلت حسين الشحات قلت احمد عبدالقادر دول كلهم عندهم الحت دي الطابع ده اللي هو اللعب الحلو ده بس هي المشكلة زي ما بقولك انه ممكن يا امه يطمع شوية انه هو يرقص تاني يعني هو بيرقص وخلاص الناس بسطت اللمسة الاخيرة امتا اللي هو انت ما تأجلاش تاني انت ممكن تأجلها وممكن تتصرع فيها وممكن زي ما حيك قلت تطولها اللي هو التوقيت أو التوقيت بتاع الفينيشنج ده بزبط أو بتاع اللمسة الاخيرة ده مهم جدا على فكرة صحيح يعني حتى زي وده اللي بيانتوا بعانه الاهداف يعني احنا بنبقى عاديم بنتفرج احمد عبدالقادر بيرقصه وبيعمله زي الفل ما شاء الله يعني وهو من افضل اللعيبة اللي بتلعب واحد لوحد أيوه طبعا يعني هو بيخش على المدافع مش قلقان خالص وبيحاو بيرقصه وبيكمل هو عاوز يرقصه تاني مثالت ورقبا ويجي طبيعة اللعيبة المهارية على فكرة لا هو عاوز يمرمطه لا طب يعني بالراحة يعني انت رقص طرقسطين اللي هو مش كده يا أخي ايوه يعني بالراحة هو الطايمينج الطايمينج زي ما حديث بتقول اهم حاجة الطايمينج زي لازم اللعب يحسبها صحيح طبعا اللي مهاري أويف ده وبجد دكتوراه ميسي ميسي يعني دايما جده صحيح ما هو انت بتوظف ربنا مديك موهبة انت امتى تصرف في الكرة يعني امتى تحتفظ في الكرة امتى ترقص امتى تمشي بيها امتى تاخد قرار بانك تسجل الكرة بقى خلاص بزبط وهو اللعب المتميز كده يعني ميسي أمتعنا في كاس العالم وطبعا قبل كده لكن يعني انا ركزنا عليه قوي في كاس العالم الأخيرة لان الارجنتين كانت عندها مشكلة مع البداية لما تهزمت من السعودية طبعا فعايزين نشوف بقى الفريق ده حيتطور ازاي والرجل القائد بتاعه ده حيوصلوا لفين صح فالرجل نجح في كده بالفعل يعني في كل المباريات احرز اهداف على فكرة ميسي في كل مباريات استدامة في التهديف صحيح على طول طبعا ليه لان هو بقى ايه ليس بالمهارة وحدها تكسب المباريات انت محتاج في لحظة تايمينج انك تاخد قرار ده مهم جدا انك ازاي اه بتستلم الكرة كويس بتراوغ بتمرر بتشتغل بيها ازاي او بتسدد في الجونة على طول حال طيب امبرح كان فيه برضو يعني تغييرات اعتقد ان هي كانت جيدة جدا بس بعد التغييرات دي برضو فنيا انت شايف كانت التوقيت سليم وفي نفس الوقت الاداء لما نزل فرق ولا لأ طبعا نتكلم عن مروان عطية وكريستو شايف التغييرات دي ازاي انا شايف ان اهم حاجة نتيجة المباراة ساعدت كولر انه هو يبدأ بقى يشتغل ويجرب اللعين لان انا سامع امبرح تقريبا كابتن فتح مصير مع كابتن اسلام الشاطر اه قال حاجة مهمة اوي انه التغيير اه اه يعني الناس كلها مشغولة بتحتفل اه وهو كولر بيفكر في الماتش اللي بعده اه مع بداي يعني خلاص هو ايوا اتطمن على نتيجة المباراة فابتدى هو يفكر بقى يجرب مفيش احلى من كده فرصة ايوا صح انه هو يجرب اللعيبة اللي هو جايبة جديدة صح بدليل ان هو اشراكم كلهم مبارا عايز اتطمن على خالد عفتاح عايز اتطمن على كريستو عايز اتطمن على مروان على مروان فدي ميزة كويسة جدا طب والهدف من هذه التغييرات من وجهة نظري انه مش ان هو يجيب اهداف خلاص هو النتيجة بالنسبة له رائع على وجه اهداف ونقوة على مستواهم يعني كعربا ضيع هدف رائع فرصة قبل ما يتغير على طول فرصة انفراد وكان هتبقى هدف جميل برضو منه هو والجوني صح لكن الهدف من التغييرات مبارا هو اشراك الاطمئنان على كل اللعيبة وانت دخل على مرحلة عندك ماتش الزمالك عندك كاسعالم عندك كذا عندك كذا يعني فيه كذا حاجة مهمة جدا ثم بالمناسبة في ضوء بقى اللي حضرتك شفته مبارا وقبل كده كمان بس ده على يعني انطلاقا من الماتش مبارا تحت الى اي درجة حضرتك اتطمنت على اللي جاي على الاقل على مستوى الماتشين بتوع بيرامدز والزمالك لا الى درجة كبيرة جدا وعارف احيانا تفضل من استني حاجة تطمنك طبعا فترة طبعا بس اول ما بتحصل بتقول ايه طبعا مش صعبة قوي ايه يعني فهم قصدي يعني لاعب واحد في حالته وفي الحماس ده وفي الروح المعنوية العالية دي وروح الفانيلا زي ما بنقول موجودة عنده قدر يعملك يعني انا بعتبر يعني مش عايز ازود قوي على كامرابا عشان بقيت الفريق كان كويس لكن انا عايز اقول انه هو عمل زي العرف الدينامو شحن حتى زمانه يعني حتى الجناحين اللي معاه اشتغلوا كويس ليه خلاص انت بتلاقي انه انت بتلعب لي كورة فانا بتصرف فيها كويس بجيب منها جون اديه لك تاني تجيب منها انت جون يعني عايز اقول ايه حصل زي ما يقولوا ايه حصل كونتاكت ايه ايه لأ النهاردة حضرتك جاي بقى ورايق جاي شحن كارابا شحن كارابا يعني مش كده لأ ما هي اصلا فعلا هو حصل كونتاكت كويس ما هو كونتاكت يعني ما هو ماشي بس كارابا ايه كونتاكت في العلاقة بين خط الهبوم دي اللي كنت بتحكي عنها دلوقات ايه دي جون ايه بصي يعني هو لو لو مشي بيها كان ممكن جدا تبقى هدو هي غريبة جدا ايه كانوا بيدهاج ايه لأ بصي هو جيري بصي هو عمل الصعب كله خلي بالك طبعا هو هو شف سبق ايه وخلاص اهو معلش معلش بص يعني كان ممكن جدا انه هو يعني الترقيصة تمشي ودي كان ممكن تيجي برضو يعني عايز اقول ان هي ايه النشاط ده مش هنقول بقى كونتاكت ولا عايزة اساها تلعبت حلوة قوي لا هي تلعبت اه هو لعبة كونت جدا طبعا وده اللي احنا بنقوله بقى انه ايه اعمل اللي عليك وممكن تبقى موفق او لا صح صح يعني وارد جدا صح عشان كده انا بقول ايه انت شوت ايه ايه مجود كبير يعني وخلاص وبي رأس هو الالاف يعني تسعين درجة مع انت قد شكت محتاج هو طبعا الحارس بس برضو الحارس صدها اكيد بشكل طبعا 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 طيب لو هروح لمطش القمة لان مطش القمة لازم برضو نتكلم فيه مطش القمة ما ينفعش حد يجي يقولك توقعاتك ايه لان كل مطش قمة مجلوش توقعات بس هو بيبقى في ترقب خلينا نقول ويبقى فيه تركيز قوي فيه توقعات عند حضرتك لا اعايز احذر اه اه تحذر اوكي انا عايز احذر لان مباراة القمة زي ما حيودك بتقولي كده هي مباراة لها قواعد خاصة اه بالظبط ولها ظروفها الخاصة دار بمستقل بالظبط وليس معنى ان المنافس بيمر بازمة مش معنى ان انت هتبقى الافضل صح عشان كده محتاجة انت ممكن تبقى الافضل في حالة لو انت استعدت لها كويس لو انت استعدت للقاء ده كويس وما استهترتش به لا لا يمكن بقى فيها لا ما تبقىش داخله بان انت صاحب اليد الأعلى لا بالعكس خش تعامل مع المباراة على أنها مباراة مهمة جدا وأن أنت بتلعب مع منافس قوي ممكن يرجع في أي لحظة فبالتالي برضو عايزة من البداية ضغطة كويسة اللي هي ممكن تخلص تخلص المباراة من الأول وأنا سعيد بأنه بقى في مفهوم دلوقتي أنه أنت تلعب من الأول وتجيب أهداف ما تأجلش للـ 90 بلاس بتاعتنا يعني بس برضو ممتعة أصلا تبقى ممتعة لكن حارقة للأعظام يعني تخيالي أي حد وبعين ممكن مش حارقة للأعظام بس ده بتدي فرصة للتحكيم أحيانا وللفريق المنافس أنه هو يقيم ما يضيع لك وقت ما احنا شوفنا ماتش المصري لا هو أنا مش يمكن هو أكيد بيحصل ده عن تعمد في بعض الأحيان ماتش المصري كابتن حسام حسن ما غيرش لعيبت كلها ألا في الخمس ده الأخيرة فهو بيحاول يستهلك الوقت بس فأنت محتاج فعلا إلى إنك الأهداف المبكرة دي حالو ده سوبر صح كده احنا معنا دوش لا أنا بقول الأهداف المبكرة لا أنا بس عشان وإحنا بنتابعة بعرفة اللي بيجي معنا تفضل كريم كنت بسعر حدك على يعني تخيولك كده المصري ده هيكون عامل ازاي من قبل الاتنين مضراء فنيين بعيدا بعنا يعني الفكرين هيبقوا بشين ازاي هل هيبقى فيه مثلا تأفيل من قبل الزمالك دفاعيا واعتماد على هجمات مبتدة هل الصحوة الأهلوية اللي حصلت حصلت في الفترة الأخيرة ممكن ينتج عنها هجوم مبكر وضغط مبكر من أول لحظات الماتش ولا شايف سيناريو قمشي ازاي أنا شايف أنه ممكن الأداء في الفترة الأخيرة بالنسبة للزمالك ممكن يخليه حاول يلعب متحفز أكتر والمتحفز أكتر ده ممكن يتعبك يعني أنا فاكر فيه مبارتين أو حاجة الزمالك كسبهم كان مع كارتيرون تقريبا كسبهم بالتحفز إنك بتلعب بتأمن دفاعيا قوي وإنت بتندفع هجوميا وإنت بتندفع هجوميا ما أنت لازم تتعامل لازم هيبقى عندك صغرات فلازم تبقى واخد بالك إن أنت تحاول تسد هذه الصغرات لنحية الدفاعية مهمة جدا يعني وإنت بتهاجم ما تنساش نفسك ما تنساش إن الفريق الآخر ممكن يستغل اندفاعك الهجومي صح صح يلدخ طبع فهي مباراة أعتقد أنه لازم يبقى فيه توازن دفاعي وهجومي يعني هاجم ولكن بحذر هاجم بشراسة ولكن بحذر دفاعي عشان ما يستغلش هذا الاندفاع الهجومي بشكل ما ترضاش عنه طيب أنا عايزة بس أروح بردو لكم نقطة كده مش هقول مقلقاني بس يعني الواحد عايز بردو يحاول عاجي القلق طبعا لا على فكرة هو الواحد عنده ترقب وعنده قلق وعنده ضغطات خلينا نبقى بردو صرحة ان انت لازم تبقى عندك قلق وحذر بس أنا عايزة كمان اتكلم شوية بقى لو هنقدر يعني نروح للتشكيل بتشوف هل في مجال هنا ان أنا يعني ابدأ بي مثلا صفقات جديدة ولا انا لازم اعمل سكواد بتاعي اللي انا واخد عليه القديم طبعا كهرباء بلا شك هيكون اعتقد من التشكيلة الاساسية ده يعني اعتقد انه متوقع بعد التقلق من الاخير بس خلينا اتكلم عن التشكيل شوية تشكيل طبعا الدفع بالصفقات الجديدة ما اعتقدش انه هو يبقى من بداية المباراة لازم هتعتمد على الاسكواد بتاعك اللي انت اللي هو فيه نوع من التجانس صحيح وهو ده اللي انت معتمد عليهم وانت عايز لعيبه اصحاب خبرات اصحاب خبرات ويقدروا يعني يكون في بينهم تفاهم وانسجام فمش هتبتدي طبعا بالصفقات الجديدة اكيد الصفقات الجديدة هتبقى ليه الاسبير بقى يعني لما انت النتيجة تبقى مريحك ممكن تبتدي تدفع لعب تعب لعب اصيب لقدر الله بتبتدي انت بس انت على الاقل عندك البدائل القوية اللي هي تقدر تكمل لكن في الاساس لازم تعتمدي على القوة الاساسية بتاعتمد نروح بقى لماتش فيرامنتز طبعا اللقاء النهائي بين الاهلي وفيرامنتز واللي بالمناسبة اكيد حداك طبعا عارف ان اتحاد الكورة قرر تأجيله عشان طبعا الاهلي بيشارك في كاس العالم للاندية لكن برضو رؤيتك للماتش ده حيكون عامل ازاي وخصوصا ان فيرامنتز فريق فيه النجوم وبيلعبه كورة حلوة وكالعادة يعني شأن وشأن كل الاندية اللي بتواجه النادي الاهلي ويمكن هما ازياد شوية عارف الفرق اللي ما تيجي قدام النادي الاهلي فاتحجر حتى لو فريق مستوى متواضع عارفك بس تلايه بيتعاملك قدام الاهلي ما بالك لما يكون الفريق فيه اصلا اسماء كويسة وفيه كرة وعندهم ده وافع ان هما يتقلقوا قدام الاهلي ووصلوا خلاص للنهائي وكمان وصلوا لمحطة مهمة جدا ان هما قريبين من بطولة طبعا ودي مش بتكرر او القلم وقعه شوف القلم وقعه اعملي كده هيطلع دو توطر لا خصوصا هما دايما بيبقوا مثلا لو هنتكلم بيبقوا التالي بيبقوا في الترانجل يعني لكن ما بيبقوش كتير الفرصة عندهم ان هما يتعلقوا كتاني او غير فيها برضو هي بالنسبة لهم دلوقتي بالنسبة للبيرامد فرصة كبيرة جدا بزبط ان هو يوصل الى المحطة الاخيرة ان هو وصل للمحطة الاخيرة فبالتالي المسألة بالنسبة له هو برضو حيلعبها بطريقة مختلفة هيبقى حريص جدا جدا ان هو ما يتغلبش في المرة يعني ما يتغلبش دي معناها ان هو حيلعب بشكل دفاعي لا ما يتغلبش دي بيبقى فيها شوية بيبقى الفريق اللي داخل عايز ما يتغلبش بيبقى بيدافع اكتر يبقى عنده حذر اكتر ان هو اقترب من بطولة بس هو اقترب من بطولة في مواجهة مع ال كدير مع ابو البطولات مع ابو البطولات صح ال كدير جوي ال كدير قوي والله انت رأي النهار دا يا ميسيو جمال انا ما بشوفكش كده كتير على فكرة بيبقى وقت ميسيو جمال يعني جاي جد بس النهار دا وعشان مرضو مبارح مستمتع باللي شافه فجاي بردو النهار دا مبارح حقيقة ممتع جدا وانا قلتلكوا اول ملاحظة انا سمعت الانترو وانا جاي في البيت يعني قبل منزل قلت شوف الاجواء ايه لقيت لقى الجو الجو جميع الجو فرحة رؤيتك رؤيتك لللي جاي عموما ان شاء الله بالنسبة للنادي الاهلي ومشاركته كمان اكيد في كأس العالم الاندية واحنا هنا بنتكلم بقى على منافسين مختلف تماما طبعا مع كل الاحترام والتأدير لكن احنا بنتكلم على حتى مدارس كروية مختلفة بزرط كلها هتكون متجمعة في فعاليات كأس العالم الاندية فرص النادي الاهلي وسط الفين في الرأي يا حضرتك الاهلي امام يعني امام مرحلة مليئة بالبطولات يعني مليئة بالبطولات انت دلوقتي على اعتاب تتويج بكاس مصر عندك الدوري باذن الله محتاج ان انت تفضل على القمة وتوسع الفارق مع المنافسين طبعا فيوتشار زمالك بيرامدز كله دون النظر للأسماء كمان محتاج تكون مستعد لكاس العالم للاندية بشكل كويس على اساس ان انت محتاج كمان تحقق على الاقل ما حققته قبل كده طبعا برونزية طبعا فواحنا ليه دايما نخش كما عاشت ممكن اقول حاجة يعني انا ما بحبش ده حبش اقول انه هخش بقى البطولة ديها على أقل حق سقف طموحاتنا كده ما هو ليه ما نقولش على أقل ناخد تاني يعني خليني اسأل حديك بطريقة تانية هو احنا ليه سقف طموحاتنا مش كده يعني مش عالية والله بالمناسبة هعلي الطموحات ديها أرجوك بقى هنعيد السؤال من الأول و بس بقولك في حال عجم تحقيق طموحات دي بقى على أقل لبطل تلك رؤية حديك ان شاء الله فرص النادي الأهلي في المشاركة اللي جاية بإذن الله هناخد الفضية وهنتعب ريال مدينة أو ده كلام أو ده كلام يا أساس جميل ده لسه بك لسه سامع حاجة وزارة الشباب مفهوم أصدح ديك ان حتى لو ما هو أفضل نشر الطاقة الإيجابية والله بتفرق وزارة الشباب الريالي عاملة إدارة لنشر الطاقة الإيجابية فأنا انطلاقا من هذا المفهوم ونزولا على كلامنا فإحنا بنقول إن شاء الله هناخد كأس العلم للأن ده لو قلت شوية إيه يعني لو قلت شوية خلاص نتمنى ذلك ولكن إحنا دايما لازم يبقى توقعاتنا عالية وإن إحنا عندنا التوقع ده بيجي من استقف فريق بتاعك فبإذن الله نقدر نحنا أحد أفضل من البطولة اللي فاتت فريقك عنده خبرات اللعب في كأس العلم للأن ده صحيح فبالتالي إن شاء الله يعني يعني نصنع فارق خلينا نقولها الأمل قائم نحن نقدم صورة جيدة جدا للأهلي كالعادة وفي نفس الوقت كمان أنا مركز أكتر على الدوري الدوري لا تنسوا الدوري لا لا ما أحدش ناسي إذا نحن وفيش رفاية إنك تنسى أصلا يعني زي حضرتك زي كل الأهلوية ناخد بطولات زي ما ناخد بس دي جاعد الدوري والحجر دوري بيحجر معنا كلنا طبعا صحيح دايما ليه خصوصية وأهمية كبيرة من قبل الجماهي ميسيو جمال نورتنا والله عظيم يبقى فيه فقرات حلوة بجد إحنا وإحنا عادين بننبسط نا والله أنا سعيد بوجودي معاكم وبحييكم طبعا الأداء الرائعي طبنا يا خليكم نشوفك على خير قريب بإذن الله طيب يا حضرات إحنا هلتلع فاصل ونرجع بقى نستقبل حضراتكم في تاني فقرات الحوالية بإذن الله موسيقى موسيقى